بسم الله و صلى الله على أسعد خلق الله سيدنا و حبيبنا و شفيعنا رسول الله و على آله و صحبه و مولا رجعنا لكم تاني و مع الفقر الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا و إياكم في دينه و أن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحه أقول و بالله التوفيق و منه العون و المدد و السداد و الرشد أن الله جل وعلا أمرنا بالصلاة و فرضها علينا قال و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال جعلت لي الأرض مسجدا و طربتها طهورا فأينما أدركتك الصلاة فصلي إذن يجوز الصلاة في أي مكان طاهر و يجوز الصلاة في المساجد التي بها أضرحه ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما بين بيتي و من بري روضة من رياض الجنة و هو يعلم أنه سيدفن في بيته و أحد يقول لي طيب دا دي خصوصية للنبي النبي مدفون في بيته و بيت النبي ضم إلى المسجد و بقى من ضمن المسجد النبوي طيب ما هو بجوار النبي دفن سيدنا أبو بكر و سيدنا عمر هل رأينا أحد يقول نويت أصلي ركعتين للنبي أو نويت أصلي ركعتين لأبو بكر أو لعمر عايزين نفهم بس عايزين نفهم و نركز الصحابة هم أفقه منا و أعلم منا بعد موت رسول الله كانوا يصلون في المسجد و بعد دفن سيدنا أبي بكر و سيدنا عمر و بعد توسعة المسجد كانوا يصلون في المسجد و فيه قبر سيدنا رسول الله و قبر سيدنا أبي بكر و قبر سيدنا عمر لماذا لم ينهن الصحابة عن هذا و النبي قال ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا و قال عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد لا مانع أبدا أن نصلي في المساجد التي بها أضرحة إذا كان المسجد الحرم الحرم في حجر سيدنا إسماعيل مدفون كثير من الأنبياء في هذا المكان إذن من باب أولا نصلي في المساجد التي بها أضرحة لكننا لا نصلي للضريح ولا لمن دفن في هذا المسجد الصلاة لله و جاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم و سماكم المسلمين من قبل و في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم و تكون شهداء على الناس فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اعتصموا بالله و مولاكم فنعم المولى و نعم النصير و قال سيدنا الشيخ الشعراء و رحمه الله يقول تجد الضريح اللي في المسجد عليه مأصورة قصرت هذه المكصورة على من في الضريح فنحن لا نتوجه للضريح في الصلاة و هذه فتوى معتمدة من الأظهر الشريف و من دار الإفتاء و نفتي بها و ندين لله بها نحن نصلي لله أينما أدركتك الصلاة فصلي فيجوز الصلاة في المساجد التي بها أضرحة لكن من الأدب مع الله ألا يكون الضريح في القبلة و ده الموجود في مصر بفضل الله إن غالب الأضرحة عن اليمين أو اليسار أو في الخلف إلا ضرح سيدنا الحسين و يغلق وقت الصلاة و لا يصلي أحد متوجه للضريح الأظهر الشريف في صالحين مدفونين فيه في قبور للصالحين في الأظهر الشريف سيدة زينب مدفونة في مسجدها سيدة نفيسة سيدنا الحسين كثير من الصالحين الإمام الشافعي مدفون في مسجده و كذلك نصلي في مسجد الإمام الشافعي و فيه شيخ الإسلام سيدنا الشيخ زكريا الأنصاري لا مانع أبدا أن نصلي في المساجد لأننا نتوجه لله و لا نصلي لأحد إلا الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يفقهنا و إياكم في دينه و يجعلنا ممن يقولون فيفعلون و يستمعون فيتعظون و يعتبرون اللهم أمين شوف حضرتكم إن شاء الله على خير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة